الرد حمدي رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدة ومتقاعدة اطر الادارة التربوية وعضو المكتب التنفيذي لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب وعضو مؤسس للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب مرة اخرى نجدد معكم اللقاء في اطار تسليط الضوء على ملف شريحة واسعة من مواطني هذا البلد الى وهي شريحة المتقاعدين التي يطالها الحيف ويطالها التهميش ويطالها عدم الاعتراف والتنكر لما قدمته واسدته من خدمات جليلة للبلاد وللعباد عشنا معكم المرحلة للتأسيس والندوة السابقة ثم المعركة الخالدة بالنسبة للمتقاعدين والجريئة والمتميزة خلال يوم واحد عشر الفين واربعة وعشرين وارسلنا وحينئذين مجموعة من الرسائل نطالب بإدخال هيئة المتقاعدين والمتقاعدات في السياسة الحكومية التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية وارسلنا رسائل واضحة غير مشفرة لجميع الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية لكن الحال لازلت على حالها ودار اللقمان هي داره فيما يتعلق بالمتقاعدين والمتقاعدات مآسي ومطالب وانتظارات المآسي هي واقع مزري عدم الاعتراف النظرة الدونية والاحتقارية داخل المجتمع التنكيد هذا على مستوى النظرة وعلى مستوى تمتلاتنا نحو المتقاعد على المستوى الإداري والمالي والاجتماعي والحقوقي هناك تهميش واسع وعدم استحضار هذه الفئة في كل اللقاءات وفي كل الحوارات المركزية لذلك آن الأوان أن يقول المتقاعد كلمته وأول قنوات إيصال هذه الكلمة هي القنوات الإعلامية وأنتم مشكورون عليها لدق ناقوس الخطر حول التعاملات اللا إنسانية واللا إجمعية واللا منصفة واللا عادلة إذا هذه الفئة التي تحظى بكثير من التكريم ومن الاعتراف في كل الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو وبالأحرى المتخلفة أو الضعفة اقتصاديا فنحن دولة ومؤسسة كبيرة كان اعتبرنا أننا قطعنا أشواط كبيرة في خدمة حقوق الإنسان في البنية التحتية في كذا ولكن المتقاعدين يبقى على الهامش فهذا لا ينسجم ولا يستقيم لذلك نحن هنا نوصل هذه الرسالة عبركم ويوم السبت سنكون على موعدين مع وقفة أخرى احتجاجية والدعوة موجهة لكم لتغطية المعركة ولإصال الرسائل لكل من يهمه الأمر فاطمة أمريم نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب وكذلك هيئتنا هي عضو مؤسس في الشبكة المغربية للمتقاعدين المتقاعد أو فئة المتقاعدين هي شريحة تعيش ضغوطات تعيش أزمة كبيرة تعيش تهميش وتعيش إقصاء وتعيش تغييب كفئة خدمة الوطن في شبابها وأفنت حياتها في خدمة الوطن ويتم تغييبها من طرف الحكومة هي تعيش ضغوطات مع ارتفاع الأسعار المهول وانخفاض القدرة الشرائية لهذه الفئة ومما يزيد طن بل تغطية الصحية التي لا يمكن للمتقاعد أن يدبر تكاليف العلاج والدواء خصوصا وأنه أن في مرحلة في مرحلة الشيخوخة تكون مرحلة يعني يكون في المتقاعد يعاني من أمراض مزمنة وهذا ما يزيد هذا ما يزيد من إحباطه ويزيد من قلقه ولهذا نحن هنا للقيامة لأيام بدورنا للدفاع عن هذه الشريحة والدفاع عن هؤلاء المتقاعد وعن دول الحقوق وعن الأرامل وذلك بأننا سننظم موقف احتجاجي يوم 30 نومبر لأنه تم تغييب ملف المتقاعدين في الحوار الاجتماعي السابق ولهذا نحن ندعو كافة المتقاعدين والمواطنين وحتى المزاولين لأن المزاولين سيأتي يوم وسيصبحون متقاعدين ندعو الجميع إلى تضامن مع هذه الفئة لأن هذه الفئة فيها أبائهم فيها أمهاتهم فيها أعمامهم يعني هي شريحة مهمة ولا بد من مؤازرتها يوم 30 نومبر أولاً تنسكر لجريدة الحياة اليومية على الاستضافة من المنبر الشريف جاناً كمتقاعدة سكاكهبية عند اللي بتصريحة دي خص عند طلب السياق العام دي المتقاعدين المغربي ما يتعانون من تحميش والإقصاء عند وجهر دي المتقاعدين خاصة المغربي برامج جميلة 25 عام على الأقل هذه الحكومة من تحتاجها مدونة الشغل في الفصل 44 مقرر أي كل مجزة الموزة والراتيب أساسي إذا كانوا يتوازن يكونوا يتوازن مع الراتيب المتقاعد هذا مجهة هذا من السياق العام أما في السياق الخاص خاصة القيطاق الحديدية هناك مشاكل هناك مشاكل خاصة في صندوق الداخلي الذي تمر دون علم سيكاكي في 2000 وجود قبل 2000 أسسنا جمعية في 2001 جمعية المزاوين بأنه صندوق الداخلي لا تم تفويد له كاريتي مجهة لأنه مجهة مجهة وهذا مجهة لا تحتاج لنصوص القانونية لا تطبقها على السيكاكي لذلك السيكاكي تحرم على الأقل مثل سالة في المتقاعد هناك وطائق للدلالات إنسان لا يعقل لأنه إسقاط ولا تتخلص إدارة لا تتخلص إدارة لا على الأقل كان هذا مجهة كان تعلم سيكاكي بشهادة القبول يجب أن يوقع معها هذا شيء منصوص عندها في قانون ديالة والإدارة ملتزمت بالوعود ديالها لأنه هو حفاظ عن المكتسابات لأنه ندوزه من صندوق الداخلي نتفوضه من صندوق الأيركا ستحرمنا بجميع المكتسابات السلام عليكم عبد السلام البقالي الرئيس المؤسس للرافطة الوطنية المتقاعدة وزارة الأوقاف الشهر الإسلامية وعضو الشبكة المغربية لهئة المتقاعدين في المغرب نحن الآن هنا للإعلان مرة أخرى عن لنرفع صوتنا للمرة الثانية وقد نشأت هذه الشبكة منذ شهرين فقط في 18 سرطنبر وأنجزت وقفة احتجاجية كان لها إشعار كبير في فتح أكتوب من ناسات اليوم العالمين المسنين إن ملف المتقاعدين أصبح ملفاً أبدياً ملفاً يطاله التهميش منذ ربع قرن وإذا قلت ربع قرن فإن المعاشات لم تعرف زيادتها ولو ديرها من واحد منذ 25 سنة في ظل خمسة ديال الحكومات المتعاقبة إلى اليوم فيها اليمينية واليسارية والوسطية وإلى آخرين كما أن قضايا المتقاعد لا تأخذ على عاتقها الأحزاب السياسية والنقابات أما الحكومة فحدتها لا حرج وإننا قد تفعلنا خيراً بتبني بعض الأحزاب السياسية مؤخراً مطالب المتقاعدين في البرلمان إما بأسئلة كتابية أو شفوية أو بأسئلة مباشرة إلا أننا نبقى دائماً رهنا آمال معلقة هذه الأمال التي لا يمكن أن تتحقق بالطرق العادية إلا بطرق النضال والنضال المستمر وكل ما يمكن أن يؤدي بنا إلى الخروج من النفق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر